السلام عليكم ورحمة الله احبابي ابطال الصف الثاني الابتدائي معكم مستر سايد بدوي ومعنا كتاب اللغة العربية المراجعة النهائية سؤال وجواب من كتاب اللغة العربية اول درس شجاعة طفل احنا عندنا في الكتاب ده تلات وحدات الوحدة الاولى اسمها تعلمت من هؤلاء الدرس الاول شجاعة طفل التاني لا تكذب التالت هيا نقرأ ها نراجع سؤال وجواب شجاعة طفل اقرأ ثم اجب رأى الاطفال الخليفة عمر بن الخطاب قادما من بعيد خليفة الاطفال شافوا الخليفة عمر بن الخطاب جاي من بعيد آتيا من بعيد رأى الاطفال الخليفة عمر بن الخطاب قادما من بعيد استخرج من الفقرة استخرج اسم هو عايز اسم الاسم هنا ايه الأطفال العلمته ايه الألف واللام استخرج فعل الفعل اللي هنا رأى فعل ايه فعل ماضي نوعه ماضي كلمة بها تنوين كلمة بها تنوين فين قادما كلمة قادما كلمة ايه قادما نوعه ايه التنوين ده تنوين بالفتح تنوين بالايه بالفتح كلمة بها لام قمرية الأطفال زي كلمة القمر الأطفال لام قمرية معنى كلمة قادما معناها ايه ااتيا مضاد كلمة قريب مضادها ايه بعيد بعيد اجب عن الاسئلة الاتية ماذا رأى الاطفال وهم يلعبون الاطفال شافوا ايه الخليفة قادما من بعيد الاطفال شافوا الخليفة قادما من بعيد لماذا لم يهرب الطفل مع الاطفال لان الطريقة لم تكن ضيقة ولم يخطئ الطفل فيخاف لان الطريق لم تكن ضيقة ولم يخطئ الطفل فيخاف من الخليفة لماذا شكر الخليفة عمر بن الخطاب الطفل شكره على ايه على شجاعته على شجاعته رتب لتكون جملا مفيدة الخليفة شجاعته شكر الطفل على هتبقى نرتبها ازاي شكر الخليفة الطفل على شجاعته تاني شكر الخليفة الطفل شكر الخليفة الطفل على شجاعته وارجو اي حد قاعد مع الطفل الاب او الام وهم قاعدين مع الطفل يساعدوا في انه يكتب السؤال والجواب الاطفال الا طفلا هرب هنرتبها ازاي هنكتب هنا هرب الاطفال الا طفلا هرب الاطفال الا طفلا بعد كده خريطة الكلمة خريطة الكلمة الكلمة اللي عندنا هنا هرب هرب نوعها ايه فعل فعل ايه ماضي هرب فعل ماضي طيب معناها إيه معناها جرى خائفا معناها جرى خائفا طب مضادها إيه عكسها إيه أقبل أقبل طب حطها في جملة في جملة هنقول إيه هرب السارق هرب السارق السؤال اللي بعد كده انفي الجمل الآتية بلا انفيها بلا الولد يشوه الجدران هننفيها إزاي هنكتب الولد لا يشوه الجدران الولد لا يشوه الجدران أضرب الحيوانات هننفيها إزاي هنقول لا أضرب الحيوانات وبكرر تاني ما تنساش تكتب ورايا كل سؤال وكل جواب وكل كلمة بعد كده من درس لا تكذب درس التاني لا تكذب اقرأ ثم أجب قفز الأطفال إلى البحر يعومون ابتعد طفل وصرخ إني أغرق تاني قفز الأطفال إلى البحر يعومون ابتعد طفل وصرخ إني أغرق يعني الأطفال كانوا بيعوموا في البحر وبعدين في طفل ابتعد عنهم وصرخ إني أغرق استخرج من الفقرة استخرج إيه بقى استخرج فعل الفعل فين عندنا قفزة قفزة نوع إيه نوع ماضي فعل قفزة نوع ماضي أهو استخرج اسم فين الاسم الأطفال علامته إيه الألف واللام أل علامته أل كلمة بيها حرف مضعف كلمة إني نوع التضعيف إيه نوع التضعيف كسر إني كلمة بيها حرف ساكن طفل طفل فين الساكن الفاء طفل كلمة بيها جمع الأطفال الأطفال جمع مفردها إيه مفرد الأطفال إيه طفل مفرد الأطفال طفل حدد نوع الجملة الآتية قفزة الأطفال إلى البحر دي جملة إيه اسمية ولا فعلية طبعا جملة فعلية لأن هنا فعل الكلمة الأولينية هنا إيه فعل قفزة قفزة فعل إيه فعل ماضي المعلم اسم يبقى جملة إسمية المعلم شرح الدرس جملة إسمية رتب الجملة الآتية لتكون قصة مفيدة هنرتبها أول جملة عندنا ابتعد طفل وصرخ إني أغرق وبعدين قفز الأطفال إلى البحر يعومون وبعدين رآه حارس الشاطئ فأنقذه يبقى بداية القصة هتبقى من هنا نكتب هنا رقم واحد قفز الأطفال إلى البحر يعومون دي نمرة واحد وبعدين ابتعد طفل وصرخ إني أغرق دي رقم كام؟ اتنين رقم ثلاثة والأخيرة رآه حارس الشاطئ فأنقذه دي رقم ثلاثة يبقى واحد اتنين تلاثة هنيجي لشبكة المفردات أكمل شبكة المفردات البحر البحر ممكن نكتب هنا السمك هنا المراكب هنا أطفال هنا الصياد يعني أربع كلمات لها علاقة بالبحر هتكتب المراكب أو المركب السمك الصياد أو الصيادين الأطفال الشبك صل كل كلمة بما يناسبها ثم رقم يعني نكتب رقم هنا معنى قفزة إيه؟ نطة قفزة نطة نكتب هنا رقم واحد اللي هي دي عكس ضحكة بكاء يبقى دي رقم اتنين عكس ضحكة بكاء مفرد الأطفال الطفل بقى دي رقم ثلاثة حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية يعومون إحنا خدنا متحرك لوحده أو متحرك وساكن مع بعض يعومون اليأ لوحديها والعين والوو مع بعض والميم والوو مع بعض والنون لوحديها طيب كلمة سا را خا كل حرف لوحده الصاد لوحديها والرأ لوحديها والخا لوحديها ضع الضمير المناسب مكان النقط هو هي هما هنكتب هنا هي صديقة مخلصة هي صديقة مخلصة طب وهنا هتبقى هما مسنى صديقان مخلصان طفل مهذب هيبقى هو طفل مهذب بعد كده من نشيد هيا نقرأ ألف باء تاء ثاء هتكتبوا رايا ألف باء تاء ثاء هيا نقرأ يا شيماء هنا هي وهنا ألف باء تاء هيا ألف أبني باء بلدي هنا ألف وهنا بلدي ألف أبني باء بلدي تاء تعلو نحو المجد هذه بلدي أرض الكرمي وطني وطني فوق القممي تاني تاني ألف باء تاء ألف باء ألف باء حرف الممدود إيه؟ حرف الباء حرف الممدود حرف الباء طيب كلمة بيها مد بالياء هتبقى كلمة إيه؟ بلدي حرف الممدود إيه؟ حرف الدال حرف الدال كلمة بيها مد بالواو تعلو حرف الممدود حرف اللام اللي هو اللي قبل الحرف المد على طول كلمة بيها تنوين ألف باء ألف بها تنوين وباء بها تنوين نوع إيه؟ تنوين بالضم كلمة بيها لام قمرية الكرم الكرم كلمة بيها سكون كلمة أرض أرض الحرف الساكن إيه؟ حرف الراء أرض كلمة بيها شدة هيا هيا نوع الشدة إيه؟ نوعها بالفتح نوعها بالإيه؟ بالفتح ما معنى المجد؟ المجد معناه العزة ما جمع كلمة بلدي بلادي 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 ما عكس الكرم؟ عكس الكرم إيه؟ البخل عكس الكرم إيه؟ البخل ما عكس تعلو تهبط أو تنخفض عكس تعلو تهبط عكس كلمة أبني أهدمو عكس أبني أهدمو أجب بما وصف الشاعر مصر في النشيد البلدي أرض الكرمي بلدي فوق القممي وصفها إزاي؟ البلدي أرض الكرمي بلدي فوق القممي جينا لخريطة خريطة الكلمة الكلمة اللي عندنا كلمة أبني نوعها إيه؟ نوعها فعل معناها إيه؟ معناها أقيمو أو أشيدو مضادها إيه؟ مضادها أهدمو نحطها في جملة هتبقى أنا أبني وطني أنا أبني وطني متنساش تكتب كل كلمة ورايا توقف الفيديو وتعيد مرة واتنين وثلاثة عشان تكتب ورايا كل كلمة بعد كده حلل الكلمات الآتية إلى مقاطع صوتية شي ماء شي لوحديها وماء مع بعض والهمزة لوحديها شي مع بعض والما والألف مع بعض والهمزة لوحديها الشين واليا مع بعض والميم والألف مع بعض والهمزة لوحديها تاني متحرك وساكن متحرك وساكن والهمزة شي لوحديها ما مع بعض والهمزة لوحديها هيا هنا هتبقى الها واليا مع بعض والياء والالف مع بعض ليه بقى? لان الياء هنا مشددة هنفكها اتنين ياء هتروح مع الهاء وياء هتروح مع الهام الالف وياء هتروح مع الالف هيبقى عندنا هاي يا هنا هاي وهنا يا وبكده احباتي هنكون خلصنا الوحدة الاولى تعلمتم من هؤلاء وما تنساش تكتب كل سؤال وكل جواب وكل كلمة وايضا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة سبسكرايب وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يعمل خير وتفعل جرس التنبيه عشان تدعمنا ومع اجمل وارقه احلى واطيب امنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر شعيد بدوي